للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال حسام أعيد أهلا بك معنا أستاذ حسام تحليلك وتقييمك لأداء البورس اليوم أهلا بحرية زي ما تبعنا في جلسة النهار ده شوفنا فيه أداء سلبي ومتذبذب لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي باستثناء بعض الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي لجي إكس سيرتي وده الانعكس سلبا على أداء المؤشر وأغلق بجلسة اليوم متراجعا بأكثر من 17 نقطة ليسجل مستوى إغلاق عند 11.578 مدعوما طبعا ومدفوعا بعمليات بيع وجاني أرباح من المؤشرات المالية المصرية والأجنبية بالأسهم القيادية ده الأمر الانعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي بجلسة النهاردة طيب أستاذ حسام ما السبب الرئيس وراء هذا التذبذب الذي تتحدث عنه يعني أعتقد أن في عمليات جاني أرباح في بعض مستويات سائرية في الأسهم القيادية وصلت للمستهدفات المرجوة منها وتمت عمليات جاني أرباح من قبل المؤسسات الأجنبية والمصرية مع بعض البيانات الغير محفزة أو أعتقد أنها تكون سبب رئيسي لانتجاه بعض المؤسسات للبيع على زي ما تبعنا في النهاردة شاهدنا فيه أرباح من البنك المركزي إن ارتفاع نسبة التضخم بنسبة ثلاثة من المئة في المئة أعتقد أنه كان فيه اتجاه من الأجانب بسبب حزب تصريح أو ارتفاع التضخم السنوي بالنسبة للمصر ده طبعا انعكس على أداء الجلسة النهاردة شاهدنا فيه عمليات بيع مكسفة من المؤسسات على الأسهم القيادية لأمر طبعا الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر في اليوم طبعا استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 ده جاي جدا وإيجابي جدا بالنسبة لأداء المؤشر وبيؤهلوا إلى الصعود مرة أخرى لاختبار مستوى المقام الرئيسي وهو 11500 مدفوعا بعمليات فتح مركز مالية وشراء بالأس المقام الرئيسي بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 يحصل الريق انتري تاني للأموال التي خرجت عند نقاط المقام الرئيسية عند نقاط الدعم الرئيسية وتدفع المؤشر الرئيسي بورصة مصرية للصعود مرة أخرى لاختراق مستوى 11600 ثم 11700 إن شاء الله اتضحت الصورة أشكرك شكرا جزيلا خبير أسواق المال أستاذ حسام عيد